اشتركوا في القناة وبعد أيها الإخوة الكرام فمن رحاب بيت الله الحرام ينعقد هذا المجلس الرابع من مجالس مذاكرتنا لهذا المختصر الموجز في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم تهذيب السيرة النووية تهذيب السيرة النبوية المختصر والموجز الذي أورده الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه تهذيب الأسماء واللغات وما زال هذا المجلس المبارك ينعقد من رحاب بيت الله الحرام في كل ليلة من ليالي الجمعة هذه الليلة الشريفة المباركة التي نلتبس من خيراتها وبركاتها بكثرة صلاتنا وسلامنا على إمامنا ونبينا وقرة عيوننا محمد صلى الله عليه وسلم صلى عليك الله يا خير الورى مضاء نور في الصباح وأسفرى صلى عليك الله ملأ فضائه ما هل لمزن بالنعيم وأمطرى وما زالت مجالسنا هذه نتدارس فيها شيئا من سيرته وشمائله العطرة عليه الصلاة والسلام مضى في المجالس الثلاثة الأولى السابقة الحديث عن المداخل الأولى في اسمه ونسبه الشريف صلى الله عليه وسلم ثم الحديث عن بعض فصول تعلقت بمبادئ وجمل موجزة عامة في سيرته مثل رضاعته عليه الصلاة والسلام ونشأته في كفالة جده ثم كفالة عمه أبي طالب ثم زواجه من خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها وموقف بيت آل أبي بكر الصديق رضي الله عنه في نصرته وصحبته صلوات ربي وسلامه عليه مجلس الليلة يا كرام نتدارس فيه فصل في صفته صلى الله عليه وسلم هذا الفصل العجيب البديع الفصل الذي يقطر جمالا وبهاء من جمال رسولنا صلى الله عليه وسلم وبهاء من حسنه الذي حفظت الرواية جملة من طرف هذا الجمال المضيء المشرقي برسول الله عليه الصلاة والسلام أما إن الصحابة رضي الله عنهم وهم ينقلون أقواله وبيانه والوحي الذي جاء به وهم ينقلون خطبه وبديع تعليمه للأمة وما جاء به من الحلال والحرام فإنهم أيضا رضي الله عنهم نقلوا وصف جماله صلى الله عليه وسلم حتى لكأن الناس من بعدهم يرون ما رأوا بأم أعينهم رضوان الله عليهم أجمعين نقلوا الدقيقة والجليل من وصفه الشريف صلى الله عليه وسلم في أبواب حفظت وروية ثم صنفت وألفت في هذا الباب الكبير والمراد به أن ينعقد في القلوب المؤمنة أصل من أصول محبته عليه الصلاة والسلام وأن يبنى فيها بناء عظيم راسخ لبناء هذه العلاقة بين المسلم وبين نبيه عليه الصلاة والسلام محبة تقوم على أسسها الكاملة وأحدها في محاوره الكبيرة جمال الخلقة والهيئة والظاهر وهو الذي حبى الله تعالى به نبينا صلى الله عليه وسلم فيه المقام الأسنى والدرجة الرفيعة جماله صلى الله عليه وسلم كان جمالا آسرا يجمع بين الجمال والجلال كان فخما مفخما كما يقول هالة بن أبيهند في وصفه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا الجمال الذي عقدت عليه القلوب والأعين كان بابا مذعنا لاختيار الله سبحانه وتعالى لمن شاء من أنبيائه أن يكونوا على ذروة الجمال والجلال والكمال بين البشر ليكون ذلك أدعى إلى القبول والإذعان والتسليم بما جاءوا به عليهم صلى الله وسلم في هذا الفصل اختصر المصنف رحمه الله تعالى الإمام النووي اختصر اختصارا شديدا في إراد الجمل التي وردت بها الأبواب المروية في الشمائر والسير وقد أوجزها دون تبويب تحتها وعامة أبواب الشمائر والسير تفنده في وصف الخلقة مثلا ثم في الشعر أو في الخضاب أو في النعال أو في اللباس أو ما جاء في خاتم النبوة لكن المصنف رحمه الله اختصر من ذلك كله على جمل معطوفة متوارية وفي بعض هذه الجمل المروي منها الصحيح ومنها الضعيف على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى سائرين الله في مطلع هذا المجلس التوفيق والسداد مستكثرين في الوقت ذاته من صلاتنا وسلامنا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر جملا من وصفه الجميل الشريف عليه الصلاة والسلام بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللسامعين قال المؤلف رحمه الله فصل في صفته صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا القصير هذه أولى الجمل في وصف الطول طول جسد رسول الله عليه الصلاة والسلام قال المصنف ليس بالطويل البائن ولا القصير وهذه الجملة ذاتها حكاها غير واحد من الصحابة منهم أنس رضي الله عنه كما في الصحيحين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير يعني لم يكن طوله طولا فارعا بائنا يمتاز به عن سائر الرجال في حيث يبرز طوله ولا كان أيضا قصيرا بينهم فماذا كان كان كما جاء في وصف غيره من الصحابة رضي الله عنهم وفي رواية أخرى لأنس رضي الله عنه أيضا في الصحيحين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة وربعة في اللغة بمعنى المتوسط بين الطول والقصر قال كان ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير حسن الجسم وهكذا قال غير واحد كما في حديث علي رضي الله عنه قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير وحديث علي رضي الله عنه أيضا أخرجه الإمام الترمذي صحاحه الحاكم في مستدركه وكذا أخرجه الإمام أحمد وغيرهم من أصحاب السنن والمقصود أن جملة توافق عليها غير واحد من الصحابة في وصف طول رسول الله عليه الصلاة والسلام كان معتدل القامة متوسط الطول ربعة بين الرجال لا طويلا يمتاز بطوله ولا قصيرا وكما قال بعضهم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير الممغط ليس بالمتردد بين قصر القامة في الرجال لكنه كان معتدلا وهذا الوصف الاعتدال والتوسط في شأن وصف جسده صلى الله عليه وسلم سيأتي في كل أنحاء جمل الوصف سيأتينا أيضا في طول منكبيه أو عرض منكبيه ويأتينا في شأن شعره ولون بشرته كل ذلك كان على الوسط المعتدل الذي جمل الله تعالى به نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام ولا الأبيض الأمهق ولا الآدم هذه الجملة في وصف لون البشرة قال ولا الأبيض الأمهق يعني ليس بالأبيض الأمهق ولا الآدم الأبيض الأمهق المقصود به البياض الشديد مثل بياض البرس والآدم المقصود به السمرة الشديدة فكان المعنى لم يكن بأبيض شديد البياض ولم يكن شديد السمرة بل بياضه عليه الصلاة والسلام إلى السمرة أقرب لكنه بياض مشرب بحمرة كما سيأتي أيضا في بعض الأوصاف وهذا الوصف جاء في حديث أنس ذاته قال ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم يعني لم يكن شديد البياض ولا شديد السمرة وفي حديث أنس الآخر قال رضي الله عنه حسن الجسم وقال أسمر اللون فوصفه بالسمرة هناك يقصد به الميل إلى السمرة لا السمرة ذاتها التي يوصف بها أصحابها ومنه أيضا في حديث غير واحد من الصحابة كما جاء أيضا في حديث علي وحديث البرى وجميعهم يصف بياض النبي صلى الله عليه وسلم بالبياض المشرب بالحمرة وهو أيضا ما جاء في وصف إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وإن كان حديثه ضعيفا لإشكال في سنده فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم أبيض مشربا بحمرة وهذا كله في مجموع ما جاء من ألفاظ الرواية يدل على ما تم بيانه قبل قليل ولا الجعد القطط ولا السبط هذه الجملة في وصف شعر نبينا صلى الله عليه وسلم يا أمة الإسلام إذن أعطانا جملة في وصف طوله طول جسده عليه الصلاة والسلام وأنه كان معتدل القامة وأعطانا جملة في وصف لون بشرته صلى الله عليه وسلم وأنه كان أبيض مشربا بحمرة وأعطانا وصفا لشعره صلى الله عليه وسلم هنا فقال ولا بالجعد القطط ولا السبط الجعد القطط الشعر الخشن شديد لانثناء والالتفاف أما السبط فهو الناعم المسترسل السائح فقال لم يكن شعره هكذا ولا هكذا فماذا كان إذن؟ كان وسطا وهذه الجملة ذاتها أيضا جاءت في حديث أنس في الصحيحين قال ولا بالجعد القطط ولا بالسبط يعني كان شعره صلى الله عليه وسلم ليس فيه التواء وتثن وانقباض وخشونة وليس أيضا شعرا ناعما شديدا نعومة مسترسلا بل كان وسطا بين ذلك وهذا أيضا جاء في لفظ آخر من حديث أنس قال وكان شعره ليس بجعد ولا سبط يعني ليس بمنثن خشن ولا ناعم مسترسل وكذلك قال غير واحد من الصحابة في وصف شعره صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في حديث إبراهيم بن محمد قال لم يكن بالجعد القطط ولا بالسبط كان جعدا رجلا أو رجلا يعني فيه شيء من الخشونة لكنه يسرح ويمشط فيكون أشبه بالناعم وهذا الوصف دقيق جدا هذه ثلاث جمل كما سمعتم وصف الطول والقامة ووصف لون البشرة ووصف هيئة الشعر هذه الجمل بمجموعها تصف لك جمالا بديعا وقعت عليه أعين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا فاكتحلت عيونهم بهذا الجمال فأسرهم ولما أسرهم ازداد هذا فوق ما وقفوا عليه من جمال الباطن والخلقة والسماحة وكريم الشمائل التي حباه الله تعالى بها ولما اكتمل ذلك كله بالنبوة التي كسي بها عليه الصلاة والسلام وتاج الوحي الذي جلله عليه الصلاة والسلام كان ذلك آية في الكمال البشري كان غاية ولذلك ما وجد الإنسان في زمنه عليه الصلاة والسلام إلا احتراما وإجلالا له سواء في ذلك المؤمن والكافر الصديق والعدو كلهم يجد في قلبه إجلالا وإعظاما لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعم وتوفي وليس في رأسه عشرون شعرة بيضاء قال وتوفي وليس في رأسه عشرون شعرة بيضاء هذا باب ما جاء في شعره أو في شيبه صلى الله عليه وسلم كما في الكتب التي جاءت لذلك مفصلة في كتب الشمائل ونحوها والمقصود به إحصاء عدد شعرات البياض والشيب الذي كان في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته وإن شئت فقل في رأسه جملة صلى الله عليه وسلم وفي الحديث الصحيح الذي أخرج الإمام البخاري وأبو داود وغيرهما من حديث قتادة عن أنس وقد سأله هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنس لم يبلغ ذلك إنما كان شيبا في صدغيه ولكن أبو بكر رضي الله تعالى عنه خضب بالحناء والكتم وفي حديث أنس الآخر وهو صحيح وأخرجه ابن ماجة وهو عند البخاري في الفضائل من حديث أنس أيضا قال ليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء ليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء ولذلك أيضا جاء من حديث أنس قال ما عددت في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته إلا أربع عشرة شعرة بيضاء وسئل جابر بن سمرة هل دهن رسول الله عليه الصلاة والسلام وسئل عن الشيب قال كان إذا دهن لم يرى منه شيب وإذا لم يدهن رؤية منه شيء فالمقصود بذلك أن عدد شعرات الشيب والبياض كان يسيرا وقد بلغ من العمر صلى الله عليه وسلم 63 سنة كما تعلمون إلا أن البياض في شعر رأسه ولحيته كان معدودا وهو في مجمله أربع عشرة أو سبع عشرة لكنه لا يتجاوز العشرين كما جزم به أنس رضي الله عنه وحديثه في البخاري هذا العدد الذي ما تجاوز عشرين شعرة بيضاء كانت موزعة في مفرق رأسه وفي صدغيه قليلا في طرف الرأس من الجانبين قال وشيء من العنفقة في بداية الذقن واللحية ومعد ذلك فلم يرى منه شيب صلوات الله وسلامه عليه وكان حسن الجسم بعيد ما بين المنكبين كان حسن الجسم وصف الحسن هنا مجمل فأي شيء في جسمه كان حسنا في الجمال والرؤية منه عليه الصلاة والسلام كل جسمه كان كذلك ولهذا فإنك لا تعجب عندما ترى علي رضي الله عنه وهو يحكي جملا من الوصف فيقول لم أرى مثله قبله ولا بعده صلى الله عليه وسلم ويقول الآخر ما رأيت أحسن منه قط صلى الله عليه وسلم لقد وقعت أعينهم على جمال أسر أبصارهم حقيقة فما كانوا يعدون الجمال بعده جمالا صلى الله عليه وسلم كان حسن الجسم في شأنه كله في صدره في منكبيه في وجهه في عينيه في أنفه في وجنتيه في شعره في لون بشرته في كفه في مشيته في استواء بطنه وصدره في جميع ذلك كله كان حسنا صلى الله عليه وسلم جمع الله له بين جمال الظاهر وجمال الباطن وعادة ما ترى الصحب الكرام رضي الله عنهم إذا ما حكى أحدهم جملة أو اثنتين يصف فيها طرفا من الجمال وناحية منه سواء ما تعلق بجمال الوجه المشرق المضيء أو ما تعلق بالطول والقصر أو ما تعلق بلون البشرة أو ما تعلق بسائر أنحاء الجسد فإنه يوجز ذلك كله فيقول لك لم أرى مثله صلى الله عليه وسلم يقول ناعته لم أرى مثله قبله ولا بعده كما يقول هند بن أبي هالة والمقصود بهذا كله يا كرام أن تمتلئ القلوب المسلمة المؤمنة برسول الله صلى الله عليه وسلم حبا له من كل الأبواب والمنطلقات التي يرفع بها بناء المحبة في القلوب ويشيد بها صرح هذا الحب الكبير في الأفئدة وأحد تلك المعابر والجسور الضخمة التي يقام عليها صرح المحبة في القلوب جمال الظاهر والهيئة فإننا بشر والقلب يحب جميل المنظر والهيئة حسن الصورة والشكل وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم والله الذي لا إله هو إلا هو والذي خلقه كان جميلا غاية الجمال وأبهاه عليه الصلاة والسلام لم تكتحل أعيننا برؤيته لكننا وقفنا على الدقيق من وصفي هذا الجمال فينبغي أن يقوم في قلوبنا ما قام في قلوب الصحابة رضي الله عنهم جميعا قال كان حسن الجسم بعيد ما بين المنكبين هذان هم المنكبان والمقصود بالبعد عرض الكتفين وما نسميه أن يكون الإنسان في واجهة مظهره عظيم الهيئة شديد المهابة باتساع الصدر واتساع واجهته التي يبدو بها بالآخرين قال بعيد ما بين المنكبين نعم له شعر إلى منكبيه وفي وقت إلى شحمتي أذنيه وفي وقت إلى نصف أذنيه هذا وصف شعر رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تقدم قبل قليل في الجملة التي حكت النعومة والخشونة لم يكن بالجعد القطط ولا بالسبط لكن هذا في وصف كثافة الشعر وكيف كان هل كان عليه الصلاة والسلام قصير الشعر أم كان طويلا مسترسلا في شعره قال له شعر إلى منكبيه فيضرب شعره إلى المنكبين وهذا طول في شعر الرجال ولا شك قال وفي وقت إلى شحمتي أذنيه يعني أقصر من ذلك وفي وقت إلى نصف أذنيه يعني أقصر فحكى لك إذن ثلاثا من مراتب طول شعره عليه الصلاة والسلام إما إلى أنصاف الأذنين أو أطول إلى شحمة الأذنين أو أطول إلى المنكبين وجمع المصنف رحمه الله تعالى في هذه العبارة لما قال لك له شعر إلى منكبيه وفي وقت إلى كذا وفي وقت إلى كذا جمع بين عدد من الروايات التي جاءت تصف شعر نبينا صلى الله عليه وسلم من ذلك حديث أنس رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام أبو داود والترمذي قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف أذنيه وهذه واحدة من الأوصاف في الجمل التي حكاها المصنف وفي حديث عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه ابن ماجا أيضا والمصنف الترمذي في السنن قالت كان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة لما قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد قالت كان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة ما الجمة وما الوفرة الجمة في كلام العرب يصفون به الشعر النازل إلى الكتف يقال له جمة تضرب إلى كتفيه فإذا كثر الشعر وطال فوصل المنكب يقال له جمة أما الوفرة فهي ما بلغ شحمة الأذن قالت كان له شعر بين هذا وذاك فدل ذلك على أن شعره عليه الصلاة والسلام كان ربما يطول فإذا طال ربما بلغ المنكبين أو شحمة الأذن أو أنصاف الأذنين وكل ذلك محمول على أوقات متعددة فيقصره طالة تارة ويطول تارة لكن شعره متردد بين هذا وذاك وليعلم أيها الكرام أن شعر الرجال على هذا النحو كان هو العادة المعهودة المتبعة عند الرجال في ذاك الزمان يعني إطالة الشعور كانت هي العادة عندهم ويمتاز النساء عنهم بالطول الزائد فوق ذلك فيضرب الشعر إلى أسفل الظهر أو منتصفه أو فوق ذلك أو دونه لكن شعر الرجال كان هذا عادة من أجل أن يفهم الباب على موضعه وأهدي النبي عليه الصلاة والسلام على واقعه الذي كان فكان هذا هو شعر الرجال عادة وربما كان يظفر ضفائر كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في دخوله يوم فتح مكة في حديث أم هاني بنت أبي طالب رضي الله عنها والحديث قد أخرجه أبو داود وابن ماجه والترمذي وغيرهم قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قدمة وله أربع غدائر وفي رواية ضفائر فهذا لا يكون إلا مع طول الشعر وكثافته من أجل أن نفهم هذا الهدي النبوي وينقاد له المسلم أولا بحمل ذلك على كمال الصورة وجمال الهيئة التي كان عليها نبينا صلى الله عليه وسلم وليفهم ثانيا كيف يريد أن يفعل من أحب أن يتأسى بالتشبه برسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا الباب مما كان من شأن العادات لا من العبادات وأنه باب الأصل فيه العادة والإباحة التي جرت عليها عادة الناس في تلك المجتمعات ويحكمها في كل زمان ومكان ما جرى به عرف الناس فإن كان في عرف أهل البلد في مكان ما في زمان ما استنكار ذلك وعده من شأن النساء أو التخنث الذي لا يحمد عليه صاحبه فلينتبه إلى هذا فإنه أصل شرعي معتبر حتى يفهم المسلم أبواب الشريعة على وجهها ويتأتاها في فهم شأن رسول الله عليه الصلاة والسلام على النحو الذي تمت الإشارة إليه آنفا والله أعلم كث اللحية كث اللحية أي كثير شعر اللحية كثيفها هذه لحية نبيكم صلى الله عليه وسلم يا أمة الإسلام هذا جزء من وصف جماله يا معشر الرجال كثافة اللحية وكثرة شعرها أمارة من أمارات الجمال التي حبى الله تعالى بها نبينا صلى الله عليه وسلم والتي وصف بها الأنبياء في القرآن الكريم قال يبن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي قالها هارون لأخيه موسى عليه السلام فدل ذلك على أنه الفطرة أولا كما جاء في الحديث الصحيح وأنه هدي الأنبياء ثانيا وأنه أحد أمارات الجمال التي تكمل في الرجال ثالثا فإذا اكتملت هذه الثلاثية أدرك الرجال أن الجمال الذي ينشدونه في هيئاتهم لا يكون إلا بتوفير اللحى وكثافتها وأن اتباع هدى لأنبياء والرسل لا يكون إلا بتوفير اللحى وكثافتها وأن الاستقامة على الفطرة التي خلقنا عليها لا تكون إلا بإعفاء اللحى وتركها وما عدا ذلك بحلقها وإزالتها والمداومة على ذلك لغير عذر ومأخذ شرعي فإنه مخالفة للفطرة أولا وتنكب لهدي الأنبياء ثانيا وبحث عن الجمال من غير طريقه ثالثا هذا باب أيضا ينبغي النظر إليه بتفهم وفق ما جاءت به نصوص الشريعة ولا جمال أكمل مما حبى الله تعالى به الأنبياء وأجملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهاكموه كان جزء من جماله ما يقوله الصحابة هنا كان كث اللحية عليه الصلاة والسلام يعني كثيف الشعر فيها صلى الله عليه وسلم شثن الكفين أي غليظ الأصابع ضخم الرأس والكراديس قال رحمه الله تعالى شثن الكفين أي غليظ الأصابع ضخم الرأس والكراديس هذه الضخامة المحكية في بعض جمل أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقعت في بعض الروايات التي حكت جماله عليه الصلاة والسلام فإنه جاء في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو صحيح تقدم أنه قد أخرجه الإمام الترمذي في جامعه وأخرجه أيضا في الشمائل وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وهو عند الإمام أحمد من عدة روايات قال علي رضي الله عنه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير شثن الكفين والقدمين ضخم الرأس ضخم الكراديس فأولا قوله شثن الكفين يعني غليظ الأصابع شثن الكفين وفي حديث علي قال شثن الكفين والقدمين يعني كانت كفه وقدمه عليه الصلاة والسلام عظيمة ضخمة ثم أضف إلى ذلك ضخم الرأس والكراديس الرأس معروف والكراديس هي مفاصل العظام التي تلتقي بها العظام الكبار فالمفصل الذي يكون بين عظمة الفخذ والساق يقال لها كردوس والمفصل الذي يكون بين عظمة الذراع والعضد يقال له أيضا كردوس والجمع كراديس ضخم الكراديس يعني ضخم مفاصل عظام الجسد عليه الصلاة والسلام حتى تفهم هذه الضخامة أخي المبارك على وجهها الذي جاءت به الرواية فإنهم يحكونها في سياق الجمال الذي وقعت عليه أعينهم ولهذا يقول علي ضخم الكراديس إذا مشى تكفأ كذا إلى أن قال لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم وهو أيضا الوصف الذي جاء في حديث هند بن أبي هالا وجاء في حديث إبراهيم بن محمد من ودي علي بن أبي طالب الضخامة هنا يا كرام المقصود بها المهابة والوقار لا ضخامة العماليق التي تنفر منها الأبصار وتهابها الأعين فزعا لا هي الضخامة المعتدلة المراد بها نفي دقة الجسد حتى لا يفهم الجمال المحكي لأن لا يفهم الجمال المحكي أنه جمال نعومة ودقة ورقة هذا الأليق بالنساء أما جمال الرجال فشأنه كما وصفت صحابة به نبينا صلى الله عليه وسلم جمال الفخامة والضخامة ولهذا فإن هند بن أبي هالا لما جاء يحكي وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه افتتح جمل الوصف بهذه العبارة لتكون مدخلا فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألأ القمر ليلة البدري يريد أن يقول كل ما سيأتيك من أوصاف الجمال الذي طالت به رواية حديث هند بن أبي هالا هي من منطلق هذا المدخل الفخامة والجمال إذن جمال الفخامة كان به ذلك المقصود بل جاء في حديث هند بن أبي هالا قال كان عظيم الهامة ليس المقصود هنا ضخامة الرأس الهامة هنا هي الرأس وهي مستند الجسد وبناء البدن عليه لكنه كان يقصد ما أشرت إليه قبل قليل أنه جمال الضخامة الذي ينافي الرقة والدقة في الجسد الذي يحمد فيه جمال النساء وليس الرجال أما نبينا صلى الله عليه وسلم فكانت الضخامة المحكية فيه ضخامة الكف والقدم ضخامة الكراديس ضخامة الرأس ولم يحكي أحد قط أن شيئا من وصف العماليق كان في شأن جسد رسول الله عليه الصلاة والسلام فلم يحمل إلا على ما أشرت لك به آنفا والله أعلم في وجهه تدوير أدعج العينين طويل أهدى بهما أحمر المآقي هذا الآن وصف الوجه وفيه العينان الجميلتان من رسول الله صلى الله عليه وسلم أما وجهه فلو رأيته والله لستنار وجهك من رؤيته عليه الصلاة والسلام قال في وجهه تدوير لم يكن مستديرا ولم يكن أيضا طويلا لكنه كان بين ذلك في وجهه عليه الصلاة والسلام كما حكى أيضا غير واحد من الصحابة في وصف وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب قال لم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم وكان في وجهه تدوير لم يكن بالمكلثم ولا بالمطهم المقصود بالمطهم كما حكى الأصمعي في وصف العبارة الباد كثير اللحم والمكلثم مدور الوجه قال ليس بالمكلثم يعني ليس مدور الوجه ومع ذلك قال كان في وجهه تدوير إذن هو طويل الوجه مع استدارة فيه ليس تدويرا كاملا على شكل الوجوه المدورة ولا الطويلة التي تمتد طولا لكنه كان إلى التدوير أقرب قال في وجهه تدوير أدعج العينين دعج العينين شدة سواد البؤبؤ فيها فاشتداد سواد البؤبؤ يقال له دعج العينين طويل أهدابهما الأهداب هي الأجفان أو ما نسميه بالرمش وهو من أجمل علامات الجمال في وجه الإنسان وفي عينيه خاصة طول الأشفار وفي بعض الروايات أن في طرفها انثناء وهو غاية ما يكون في جمال أهداب العينين ورمشها قال طويل أهدابهما أحمر المآقي المآقي المقصود بها مؤخر العين يعني كان فيها حمرة فمؤخر العين فيها حمرة تبرز مع شدة بياض قعر العين وشدة سواد البؤبؤ يعطيك الجمال الذي وصف الله تعالى به الحور العين في الجنة بوصفهن حورا عينا فإنه محمول على جمال العينين بشدة سواد الدعج يعني سواد البؤبؤ وبشدة بياض قاعدة العين وحمرار المآقي الذي يعطي صفاء وجمالا في العينين مع من ضم إليها من طول الأهداب لتكون في غاية الجمال الذي طالما تمدح به الشعراء ووصفه العشاق في الغزل في وصف من يصفون حقيقة أو خيالا ذا مسروبة وهي الشعر الدقيق من الصدر إلى السرة كالقضيب المسروبة هي خط الشعر الذي يتصل من أعلى الصدر إلى سرة الإنسان في بطنه فخط الشعر النازل من أعلى نقرة الصدر إلى السرة يقال لها مسروبة خط دقيق من الشعر يأتي في صدر الإنسان وبطنه تسمى مسروبة قال كان ذا مسروبة صلى الله عليه وسلم قال كالقضيب يعني كان ذا مسروبة طويلة ليس فيها كثافة شعر إنما هي خط ممتد من الشعر وهو أيضا ما جاء في وصف عدد من الصحابة في حكاية وصفهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء في حديث إبراهيم بن محمد وفي حديث هند ابن أبي هالة كان أجرد ذا مسروبة يعني مجردا من الشعر في سائر الجسد لكنه في صدره قضيب من الشعر دقيق يصل ما بين أعلى الصدر إلى السرة كما تقدم ومنه أيضا حديث هند ابن أبي هالة وهو يصف جسد النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط اللبة هو أعلى العنق فموصول ما بينها وبين السرة بشعر يجري كالخط قال عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك يعني لمس عليه شعر منتشر في جسده أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر كما سيأتي في كلام المصنف الآن إذا مشى تقلع كأنما ينحط من صبب أي يمشي بقوة والصبب الحدور إذا مشى تقلع هذا وصف لمشيته صلى الله عليه وسلم قال إذا مشى تقلع معنى التقلع هنا يا كرام أن يقلع قدمه من الأرض عند الخطو قلعا يعني يرفع قدمه كلها رفعا وليس يسحبها عند اتباع الخطى سحبا تمتد بها قدمه في المشي بل يرفع قدمه رفعا أقرب ما يكون إلى المشية العسكرية التي يرفع فيها أصحابها القدم رفعا كاملا كأنما غرزت القدم في وحل وطين فلا يقوى صاحبها على رفعها للخطو إلا بانتزاعها قال إذا مشى تقلع يقلع قدمه من الأرض ليقع بها خطوة متقدمة قلعا قال كأنما ينحط من صبب شرحها المصنف فقال أي يمشي بقوة والصبب الحدور يعني كأنما ينزل مسترسلا في المشي مائلا إلى الإسراع كأنما ينزل من علو في جبل وهو منحدر من أعلاه إلى أسفله أو من تل ذي ارتفاع وهو متجه إلى أدنى فإن الإنسان المعتدل إذا جاء يمشي في مثل هذا النزول مهما تماسك في المشي فإنه مع عامل النزول الذي يجده في الطريق فإن الجسد يتمايل إلى الإسراع وهما تماسك هذا المقصود بوصف مشيته عليه الصلاة والسلام في الأرض المستوية كانت مشية إلى الإسراع أقرب ليس إسراعا ولا عدوا ولا جريا لكنها مشية فيها من الحزم برفع القدم فيها من الجد بعدم التماوت ولا سحب القدمين ولا خطها في الأرض عند المشي ولكنها في الوقت ذاته فيها خطوات متتابعة فيها إسراع غير متقصد يشعر أصحابه من حوله بالإسراع في المشي يجتهدون في اللحاق به عليه الصلاة والسلام وهو على طبيعته يمشي غير مجهد نفسه ولا متقصد للإسراع كما تقدم هذا معنى قوله كأنما ينحط من صبب أي يمشي بقوة قال والصبب الحدور يعني الانحدار من أعلى إلى أسفل يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر كأن وجهه القمر حسن الصوت سهل الخدين ضليع الفم سواء البطن والصدر أشعر المنكبين والذراعين وأعالي الصدر نعم قال يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر وهذه الجملة الجميلة التي ضمنها هند بن أبي هالة رضي الله عنه وصفه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهي واقعة في أول حديثه مطلقا فكانت من أجمل الأوصاف التي يحكي بها الصحابة رضي الله عنهم جمال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما التمثيل بالقمر يا كرام فهي عادة الشعراء وشأنهم في الغزل ووصف الجمال المحمود فيما يصفونه كما قلت حقيقة أو خيالا لكنه في شأن رسول الله عليه الصلاة والسلام وقع هذا التشبيه بالقمر والتفضيل بينه وبين القمر على ألسنة الصحابة أنفسهم رضي الله عنهم فلا والله لم يكن مجاملة ولم يكن عاطفة وقعت منهم لنبي أحبته قلوبهم حتى أسرها صلى الله عليه وسلم بل والله كان وصفا حقيقيا يا قوم لقد وقعت أعينهم على جمال لا عهد لهم به من قبل لكنهم رأوا مع الجمال جلالا ورأوا في ذلك الجمال المحمدي كمالا حباه الله تعالى به فما ملكوا إلا أن يصفوا ما رأوا رضي الله عنهم اسمع رعاك الله لما يقول أحدهم لما يقول البراء مثلا أو جابر بن سمرة يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان يعني ليلة مقمرة مضيئة من ليالي منتصف الشهر التي يكتمل فيها البدر قال رأيته في ليلة إضحيان وعليه حلة حمراء فجعلت أنظر إليه وإلى القمر فله وعندي أحسن من القمر مدهش هذا الوصف في كلام جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه لما وقعت عينه على رسول الله عليه الصلاة والسلام الجميل المليح الأبيض المشرب بحمراء المرتدي حلة حمراء فرأى ذلك البياض يشرق فيه مدهش أن يكون فور ما يتبادر إلى ذهنه أن ينصرف بصره إلى القمر في الليلة المضيئة يعقد المقارنة فيقول فله وعندي أحسن من القمر عليه الصلاة والسلام وفي حديث البراء بن عازب وقد سأله رجل أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف السؤال هنا بالسيف لما لأن السيف يبرق ويلمع إذا وقع عليه الضوء لشدة صقله وبريقه أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف قال لا بل مثل القمر أيضا نقله إلى تشبيه أدق لأن لمعة السيف لحظة تومض وتبرق وتزول أما بياض القمر وإشراقه فمستمر دائم قال لا بل مثل القمر وهكذا تجد في غير ما وصف هذا الجمال الذي يحاك فيه جمال القمر قال يتلألأ وجهه تلألأ القمر ليلة البدري كأن وجهه القمر عليه الصلاة والسلام حسن الصوت وفي بعض الروايات وفي صوته صهل يعني ما نسميه اليوم بحة يسيرة دائما ما تكون إحدى علامات الجمال في الصوت سهل الخدين يعني مستوي الخد عليه الصلاة والسلام منبسط الخد ضليع الفم يعني أيضا عظيم الفم وأضف هذه الجملة إلى ما تقدم في قوله ضخم الرأسي والكراديس شثن الكفين والقدمين لتعلم أن الضخامة هنا المقصود بضليع الفم عظيم الفم يعني أنه متسع الفمي وهذا أيضا من أمارات الجمال التي تكون في الرجال مع استواء العظمة في باقي أنحاء الجسد كما تقدم قوله سواء البطن والصدر يعني أنه كان صدره وبطنه مستويا يعني لم يكن هناك انثناء ولم يكن هناك بروز للبطن ولا كرش ينشأ من كثرة الطعام أو اجتماع الدهون الشحوم سواء البطن والصدر عليه الصلاة والسلام نعم أشعر المنكبين والذراعين وأعالي الصدر طويل الزندين رحب الراحة أشكل العينين أشعر المنكبين والذراعين وأعالي الصدر تقدم أنه عليه الصلاة والسلام كان أبيض المتجردي يعني ما تجرد من جسده عليه الصلاة والسلام إذا بدأ كما في حال لبس الإحرام كان يبدو أبيضا بسبب قلة الشعر عليه فلم يكن مشعرا في جسده عليه الصلاة والسلام إلا المواضع التي أشار إليها في الرواية أشعر المنكبين فعلى منكبيه شعر والذراعين فعلى ذراعيه شعر وأعالي الصدر وما عدا ذلك فليس إلا المسربة وهو خط الشعر الذي تقدمت الإشارة إليه آنفا طويل الزندين الزند المقصود به هو المفصل الذي يربط عظمة الذراع بالكف هذا المفصل يسمى الزند طرف الذراع الموصل للكف رحب الراحة الراحة هي باطن الكف ورحبها يعني متسع الراحة ولا شك أن الكف إذا وصفت بالضخامة والعظمة فإن راحة الكف تكون أيضا متسعة واسعة أشكل العينين أي طويل شقيهما هذا شق العين يا كرام الذي يمتد به العين وهو أيضا من أمارات الجمال إذا جمعت إليها ما تقدم أنه كان أدعج العينين طويل الأهداب وكان أحمر المآقي فهو غاية ما يجتمع في وصف عيون البشر من الجمال صلى الله عليه وسلم منهوس العقبين أي قليل لحم العقب بين كتفيه خاتم النبوة كزر الحجلة أو كبيضة الحمامة منهوس العقبين مثنى عقب والمراد به مؤخر القدم أي قليل لحم العقب قال بين كتفيه خاتم النبوة كزر الحجلة أو كبيضة الحمامة هذه من علامات النبوة التي خصه الله تعالى بها وخاتم النبوة عبارة عن قطعة أو بضعة من اللحم ناشزة أي بارزة ذات نتوء تقع في ظهره الشريف صلى الله عليه وسلم بين كتفيه هي إلى الكتف الأيسر أقرب عليها شعرات صغيرات كالثأليل تبدو من بعيد كأنها ثأليل حجمها قال كزر الحجلة أو كبيضة الحمامة الزر معروف هو مثل أزرار الثوب والحجلة كان غطاء يغطى به لباس البيت أو بيت العروس فيكون الزر في أعلاه كالمقبضي وقيل الحجلة نوع من الطير وبيضة الحمامة معروف حجمها والوصفان متقاربان في الحجم لأنه جاءت بعض أوصاف الصحابة كما في حديث السائب بن يزيد قال فإذا هو مثل زر الحجلة وفي حديث جابر بن السمر قال غدة حمراء مثل بيضة الحمامة فغير مواحد من الصحابة حكى رؤيته لخاتم النبوة بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو على الوصف الذي ذكرت لك أمارة من أمارات النبوة التي خصه الله تعالى بها على ما جاء في وصف الصحابة جميعا رضي الله عنهم أجمعين وكان إذا مشى كأنما تطوى له الأرض ويجدون في إلحاقه وهو غير مكترث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى كأنما تطوى له الأرض وإنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث والحديث وإن كان فيه ضعف في سنده لكنه يستوي مع التساق الأوصاف السابقة أنه إذا مشى كأنما ينحط من صبب وأن في وصف مشيته الإسراع وليس السرعة المقصودة منه عليه الصلاة والسلام كأنما تطوى له الأرض فتختصر له المسافات قال وهم يجتهدون في لحاقه وهو غير مكترث يعني لا يتعنى إجهاد نفسه ولا الإسراع ولم يقصد الابتعاد عنهم بإسراعه في المشي دونهم صلى الله عليه وسلم وكان يسدل شعر رأسه ثم فرقه وكان يرجله ويسرح لحيته ويكتحل بالإثمد كل ليلة في كل عين ثلاثة أطراف عند النوم قال كان يسدل شعر رأسه المقصود به شعر الرأس وقد تقدم أنه كثيف كثير ربما بلغ أنصاف الأذنين أو شحمة الأذنين أو ضرب إلى المنكبين كان ذا لمة وربما كانت وفرة أو جمة فإذا طال الشعر يحتاج إلى عناية فكان نبينا عليه الصلاة والسلام يرجله كما قال الترجيل الامتشاط مع شيء من الدهن يرطب به خشونة الشعر ويبسه خصوصا مع عدم أدوات الترفه والتنظيف والترطيب السائدة اليوم عندنا من أدوات الزينة ونحوها فكان الشعر يحتاج إلى عناية قال كان يسدل شعر رأسه أن يرسله خلف ظهره عليه الصلاة والسلام إرسالا واحدا يسمى الإسدال أي يرخيه على جبينه عليه الصلاة والسلام من الأمام ويجعله من الخلف كذلك قال ثم فرقه يعني جعله فرقتين على جانبي الرأس لا يترك شيء أن ينسدل على جبهته فيجعله على شقين وهذا الشأن كما جاء في وصفه عليه الصلاة والسلام أنه كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه فيه شيء فكان يسدل في أول أمره ثم أصبح يفرقه صلى الله عليه وآله وسلم كان يرجله أن يمشطه مع العناية بدهنه كما تقدم ويسرح لحيته تسريح اللحية تمشيطها وهي سنة للرجال في اقتتائهم برسول الله عليه الصلاة والسلام أن من كان منهم ذا لحية يعتني بتسريحها أي بتمشيطها وترتيبها لأنه لو لا ذلك فإن الشعر ربما خشوشنا فشذ منه شيء أو خرج عن انتظامه وجمال هيئته قوله ويكتحل بالإثمد كل ليلة في كل عين ثلاثة أطراف الإثمد نوع معروف جدا من الاكتحال وهو كما تقدم في غير ما مرة أنه مما جرت به عادة العرب في عنايتهم بالاكتحال فالكحل إما أن يكون من الكحل الأسود الحجري أو أن يكون من الإثمد والإثمد أحمر اللون معروف باسمه إلى اليوم قال كان يكتحل بالإثمد كل ليلة أما أنه حث على الإثمد فنعم ثبت بذلك الحديث الصحيح الذي أخرجه ابن ماجة والنساء وغيرهما اكتحلوا بالإثمد فإنه يجل البصر وينبت الشعر الحديث هذا صحيح لكن وصف النبي عليه الصلاة والسلام بالاكتحال ضعيف جدا جاء في حديث ابن عباس زعم أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت له مكحلة يكتحل منها كل ليلة وفي رواية قبل أن ينام بالإثمد ثلاثا في هذه وثلاثا في هذه هذا الوصف من شأنه عليه الصلاة والسلام ضعيف جدا لكن حثه على الإثمد ثابت صحيح في مثل قوله عليكم بالإثمد عند النوم فإنه يجل البصر وينبت الشعر وقوله إن خير أكحالكم الإثمد يجل البصر وينبت الشعر ونحوه من الأحاديث عن جابر وابن عباس وابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم جميعا وكان أحب الثياب إليه القميص والبياض والحبرة وهي ضرب من البرود فيه حمرة وكان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ انتقل المصنف رحمه الله في خاتمة هذا الفصل إلى وصف الثياب لما وصف الجسد الشريف بكامل أنحائه ومختلف أجزائه انتقل إلى الثياب قال كان أحب الثياب إليه القميص والبياض والحبرة ليست أسماء ثياب بل هي أسماء لأوصاف متعددة أسماء وأوصاف القميص اسم الثوب وهو ما يلبس على ما نسميه اليوم ثوبا هذا يسمى قميصا فقد يكون قصيرا إلى نصف الجسد وقد يكون طويلا ونسميه اليوم الثوب الجلابية والجلباب ونحوها هذا القميص الذي عادة يكون مخيطا على كمين وله فتحة رأس وله جيب وله أزرار كان أحب الثياب إليه القميص طيب هل كان عند العرب ثياب غير ذلك الجواب أجل كان عندهم الإزار والرداء لكن القميص كان أحب إليه لأن الرداء كان إذا لبس فإنه يلف على الجسد وكذا الشملة ونحوها أما البياض فصف اللون أحب الثياب إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن يلبس كان البياض ولهذا قالت أم سلم رضي الله عنها في الحديث الصحيح الذي أخرجه أبو داود والترمذي كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه القميص وفي حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهو يتكي على أسام عليه ثوب قطري قد توشح به وفي حديث أنس رضي الله عنه كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه الحبارة فالحبرة على وزن عنبه نوع من الثياب أو برد من البرود كما قال المصنف فيه حمرة أي مخطط بخطوط حمر قال وكان قم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرصغي كما جاء في حديث أسماء بنت يزيدة ابن السكن والحديث قد خرجه الإمام أبو داود في سننه والترمذي أيضا في جامعه وفيه ضعف وقوله كان كم قميص رسول الله عليه الصلاة والسلام هو تكملة لوصف هذا الثوب الذي كان يصف به أنحاء مما جاء في هديه عليه الصلاة والسلام أما البياض فقد جاء الحث عليه في قول ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالبياض من الثياب ليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم ومن حديث سمرة إلبسوا البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم نعم ولبس في وقت حلة حمراء وإزار ورداء وفي وقت ثوبين أخضرين وفي وقت جبة ضيقة الكمين وفي وقت قباء وفي وقت عمامة سوداء وأرخى طرفيها بين كتفيه وفي وقت مرطا أسود من شعر أي كساء ولبس الخاتم والخف والنعل هذه جمل ختم بها المصنف رحمه الله الفصلة قال لبس في وقت حلة حمراء وقد جاء أيضا في حديثي عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه ولبس الإزار والرداء ولبس في وقت ثوبين أخضرين وفي وقت جبة ضيقة الكمين كما جاء أيضا في حديث بعض الصحابة كحديث المغيرة لبس جبة رومية ضيقة الكمين قال الصحابة أو قال الرواة لبسها في غزوة تبوك وفي لبس في وقت قباء والمقصود بالقباء هو نوع من اللباس الذي يجلل به الجسد وفي وقت عمامة سوداء وأرخى طرفيها بين كتفيه ولبس في وقت مرط أسود من شعر يعني لما يقول في وقت أنه ليس لباسه الدائم لبس المرط الأسود والمراد به كساء من شعر وهو أيضا ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها فيما أخرج الإمام مسلم في صحيحه خرج علينا ذات غداة وعليه مرط من شعر أسود قال ولبس الخاتم والخف والنعل أما الخف فقد أهدى إليه النجاشي خفين فلبسهما كما قال المغيرة وغيرهم رضي الله عنهم جميعا ولبس الخف كذلك والنعل والمقصود بالنعل الذي يلبس ويخلع قال لأنس وقد سؤل كيف كان نعل رسول الله عليه الصلاة والسلام قال لهما قبالان أي حبلان يدخلوا فيهم القدم لتمسك بين الأصابع والخاتم اتخذه عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يبعث الكتب كان خاتمه من ورق وكان فصه حبشيا كان يختم به ويلبسه تارة من أجل أن يكون كتابه موثقا إلى الملوك والرؤساء كان ننقش خاتمه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تم هذا الوصف الجميل في صفته الشريفة صلى الله عليه وسلم في هذا الفصل الموجز ليكن عونا لنا يا كرام ليلتنا هذه وجمعتنا غدا في الاستكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الليلة جمعة وبركاتها عظيمة وفقنا الله وإياكم بكل خير ورزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة